نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جناف بالتعاون مع بعثات اندونيسيا والمكسيك واليونان ورومانيا فاعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالإجماع يطالب المجلس بإجراء دراسة تحليلية بشأن تدعيات تغير المناخ على حقوق العمال وأهمية دعم سياسات الدول النامية للتكيف مع تدعيات تغير المناخ صرح سفير أحمد جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جناف أن القرار يؤكد أن الحق في العمل ليس ضروريا فقط لإعمال حقوق الإنسان الأخرى وإنما هو جزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين وضف جمال الدين أن القرار نوها إلى أنه ينبغي على الدول حظر العمل الجبري والإلزامي ومعاقبة المتسببين في هذه الجرائم والسعي إلى تقديم الدعم المناسب للضحايا